موسيقى أهلا وسهلا بكم مشاهدي الكرام وحياكم الله في برنامج غيظ من فيض لا تلمني في هواها أنا لا أهوى سواها لست وحدي أفتديها كلنا اليوم فيداها نزلت في كل نفس وتمشت في دماها فيها الأم تغنت وبها الوالد فاها وبها الفن تجلى وبها العلم تباها كلما مر زمان زادها مدحا وجاها لغة الأجداد هذه رفع الله لواها فأعيد يا بنيها نهضة تحيي رجاها لم يمت شعب تفانى في هواها واصطفاها حياكم الله ومشاهدين في حلقة جديدة برنامج غيظ من فيض الذي نقدم لكم من خلاله معلومات ومواضيع قيمة من لغتنا العربية لغة الضاد حياكم الله ومشاهدين من جديد وأرحب بالدكتور حاتم القضاء دكتور في مناهج اللغة العربية وأساليب تدريسها دكتور أهلا وسهلا بك حياكم الله أستاذ مريم وجزاكم الله خير مرتاني على هذا البرنامج الطيب سعيدين بتواجدك معنا دكتور حاتم نستفيد منك من مواضيع اللغة العربية اليوم موضوعنا إن شاء الله شيق ومفيد بإذن الله نتكلم عن كلمات عربية في لغات أجنبية يعني الكثير من هذه الكلمات أدخلها علماء أطباء سابقا في مشوارهم العملي تم من خلالهم إدخال هذه الكلمات في لغات أجنبية فما مدى أيضا دخول اللغة العربية في اللغات الأجنبية دكتور حاتم سبق أن تحدثنا في موضوع التبادل الثقافي والتأثير والتأثر اللغوي المشترك حيث وجدنا وذكرت المعاجم الكثير من المفردات سواء كانت فارسية أو غيرها الموجودة في اللغة العربية والتي استخدمها العرب أو عربوها ثم ورد استخدامها كذلك سواء في شعرهم أو حتى فيما بعد في القرآن الكريم والكلمات كثيرة حتى أن أحد القدامى ألف كتابا سماه شفاء الغليل بما فيه كلام العرب من الدخيل نعم الكلمات الدخيلة على الدغو العربية الكلمات التي تناولها العرب بلغتهم وطوعوها لمقاييس اللغة العربية وأدخلوها تحت هذه المقاييس دكتور يعني الخوارزمي على سبيل المثال إذا بنذكر أمثلة على هذا الموضوع الخوارزمي أدخل كلمات لا حصرة لها في اللغة اللاتينية والإنجليزية أيضا منها الجبرة هو علم الجبر نفسه علم الجبر نعم أو بمعنى كلمة الجبر هو إيصال الأجزاء المقصعة أو المقصرة نعم هذه كلمة أيضا من لغتنا العربية ودخلت فيه لغات أجنبية هذا على سبيل المثال نعم ومنها كلمة الإكسير أيضا الإكسير نعم كلمة إكسير أيضا هذه من الكلمات التي أثرت فيها اللغة العربية في لغات أخرى أيضا التلصم دكتور نعم نعم أيضا هذه يعني هم كلمات عربية استخدمت في علم الكيمياء القديمة وأيضا قام الأستاذ تيلور بتقديم بحث عنوانه الكلمات العربية في اللغة الإنجليزية وذكر فيها ما يزيل على ألف كلمة عربية دكتور في الطب والكيمياء والفلك والجراحة دخلت في اللغة الإنجليزية أيضا يعني هناك كلمات كثيرة في مجالات مختلفة تم يعني التأثير هذا مثل ما ذكرت دكتورة التأثر باللغة وهذه تعد ظاهرة صحية كما أن الأمم تتأثر بثقافات بعضها والعادات والتقاليد فاللغة أيضا من ضمن هذه المكونات الثقافية التي تخضع للتأثر والتأثير نعم ففي هذا المجال أيضا ممكن نذكر مثال أيضا دكتور في مجال البصريات أيضا ابن الهيثم الذي وضع أساس هذا العلم ساهم أيضا مثلا في صناعة الكاميرا الكاميرا عبارة عن كلمة عربية أساسا نعم اللي هي الدكتور اللي هي القمرة ودخلت إلى اللغة الإنجليزية بتغيير بسيط كاميرا نعم ما هو فيه كثير من الأشياء يعني الآن الآلات الحديثة التي سماها العرب بأسماء مثلا التليفون العرب سموه هاتف هاتف هاي حركة التعريب أيضا الموجودة شكل من أشكال قدرة اللغة العربية على استيعاب المخترعات الحديثة وإعطائها أسماء خاضعة لقواعد وقوانين اللغة العربية نعم لكن دكتور نستغرب عندما نرى بعض الكلمات أنها أصلا أساسا من اللغة العربية ولكن أدخلت إلى اللغة الإنجليزية فنحن نظر أنها إنجليزية في الأصل ولكن عندما نبحث عنها نرى أنها عربية الأصل ولكن أدخلت إلى اللغة الإنجليزية في أحد الأساتذة في الثمانينات كتب كتاب رصد فيه أكثر من عشرة آلاف كلمة ما شاء الله وهي الحقيقة كانت في أصلها رسالة دكتورة لكن نتيجة ظروف الباحث لم يستطع أن يكمل قدمت في إحدى الجامعات الهندية عشرة آلاف كلمة عربية رصد أثرها في عدة لغات ما شاء الله في اللغة الأردية وفي اللغة الإنجليزية وفي أعتقد أيضاً اللغة الفرنسية لأنه أصلاً مختص في اللغة الفرنسية نعم ويعني حاولت قبل فترة أن أتواصل معه وأعرف أخباره لكن انقطعت الأخبار الأشاهد أن من يبحث سيجد الكثير الكثير من المفردات العربية التي أثرت في لغات أخرى نعم وأيضاً العرب أخذوا من الفارسية دكتور يعني هناك أيضاً كلمات ذات أصل فارسي ولكن العرب قاموا بتغيير بعض الحروف من هذه الكلمات وإدخالها في اللغة العربية على سبيل المثال كلمة رزنامة هي كلمة مركبة تقريباً دكتور يعني عندما نتكلم عن رز الجزء الأول أو الشق الأول من هذه الكلمة معناها أيام ونامة تعني رسائل وأصلها فارسي وتستعمل أيضاً للدلالة على الجريدة أو الصحيفة كما يقال يعني كلمة رزنامة التي هي في الترجمة رسائل الأيام فيعني لها أمثال كثيرة أو حواهد كثيرة هذه رزنامة واحدة منها كما أن هناك كلمات مثل بستان وكلمات مثل تخت ودفتر وغيرها من الكلمات هذه أصلها يكون فارسي دكتور؟ أصلها فارسي ولكنها قربت وأصبحت تستخدم في اللغة العربية وهي كثيرة كما أشرت قبل قليل صحيح كثيرة دكتور أيضاً الدفتر نحن قد نقول الكراس مثلاً نعم، كلمة دفتر أصلاً في اللغة حسب ما ذكر الجوهري أحد صناع ومؤلفين للمعاجن ذكر هي الكراريس أو الأوراق التي يضم بعضها إلى بعض هذا وصف للدفتر الذي نعرفه اليوم صحيح أو الكراس ولكن نحن لا نعلم أنه فارسي الأصل أو هذه الكلمة فارسية نعم، الكلمة فارسية يعرف أنها فارسية المتخصصون الذين درسوا اللغة والمطلعون أيضاً ليس فقط المتخصصين في اللغة العربية لأن هذه اللغة ليست حكراً على متخصص وإنما اسمها لغة العرب نعم فكل العرب يستطيعون أن يقرؤوا ويتبحروا فيها حتى لو لم يكونوا متخصصين أصلاً في اللغة العربية على سبيل المثال أيضاً دكتور الشطرنج الشطرنج هذه أيضاً الكلمة غيرت فيها بعض الحروف هي بالفارسي تقال شترنك نعم ولكن غيرت فيها بعض الحروف لإدخالها باللغة العربية فسميت الشطرنج طبعاً الشطرنج هي واحدة أيضاً من الألعاب المعروفة والمشهورة والتي أصبحت يعني وبرع فيها العرب فيها ذكاء وحنكة فيها اللعب لأنها في أصل نشأتها يعني يقال بأن الشخص الذي صنع هذه اللعبة عندما أراد الملك أن يكافئه على هذه اللعبة قال له ماذا أعطيك يعني من أراضي ماذا أعطيك قال أريد منك أن تضع في المربع الأول حبة قمح ثم تضاعفها وفي المربع الثاني أو في الثالث تضاعف ما في المربع الثاني فقال بس سهلة يعني جيبونا كيس قمح أو كيسين فاكتشف أن كل القمح الموجود في مملكته لا يكفي لتاه سبحان الله هذا الحنكة والذكاء هذا ذكاء من الذي صنع هذه اللعبة ونلاحظ بالنسبة للناحية اللغوية أن أي كلمة من الكلمات التي عربت أو استخدمت يعني جاءت من لغة أخرى يجب أن يدخل فيها تغيير إما بحذف حروف أو زيادة حروف أو تغيير في الحركات حتى نطوعها لمقاييس اللغة العربية سواء كانت مقاييس صوتية أو مقاييس صرفية سبحان الله نعم بالنسبة أيضا دكتور كلمة خندق هي بالفارسي خندك نعم ولكن غيرت فيها بعض الحروف حتى يعني تتناسب على اللغة العربية كما ذكرت قبل قليل دكتور فصارت خندق والخندق معروف هي الحفرة العميقة التي تتخدم كفاصل أو كحماية للجنود في الحر نعم ونحن نعرف قصة غزوة الخندق الذي اقترح هذه الخطة هو سلمان الفارسي فارسي نعم سلمان الفارسي رضي الله عنه والذي قال عنه النبي صلى الله عليه وسلم سلمان منا أهل البيت يعني لأنه سلمان الفارسي من الناس الذين ارتحلوا رحلة طويلة طلبا للحقيقة كان يبحث عن الحقيقة إلى أن هداه الله عز وجل في غزوة الخندق عندما استشار النبي صلى الله عليه وسلم أصحابه أشار عليه سلمان الفارسي بأن يحفروا أو يحفروا خندقا حول المدينة المنورة لعله يحميهم وقد نجحت هذه الخطة بشكل كبير نعم من الناحية اللغوية خندق كما أشرتي خضع لتغييرات صوتية فتغيرت بدل كلمة كندق صارت خندق نعم وحتى الآن نلاحظ أن الأعجمية إذا أراد أن يلفظ حرف الخاء في اللغة العربية لا يستطيع نعم فأنه يلفظه كاف صحيح عندما يقول خالد يقول كالد صحيح خيار هذا لم يتغير فيه لم يتغير لأنه يبدو أن التغييرات تمليها أحيانا طبيعة القوانين الصرفية أو الصوتية الموجودة في اللغة العربية فإذا جاءت كلمة موافقة لهذه القوانين دخلت كما هي دون أن تخضع لتغييرات حقيقة يعني ليس بودي أن نذهب إلى هذا الفاصل لأن الموضوع جدا شيق دكتوروني تعرف على كلمات لا نعلم أن معناها أو أصلها يرجع إلى مثلا أصول فارسية أو غيرها دخلت في اللغة العربية ولكن سنتوقف مشاهدين إلى هذا الفاصل ومن بعد نواصل معكم غيظون من فيضل نستكمل معكم مشاهدينا ما تبقى من حلقة برنامج غيظون من فيضل طبعا دكتور أحبك من جديد ونستكمل مع مشاهدينا حلقات اليوم وننتقل قبل أن نبدأ بالحوار مرة أخرى مع مشاهدينا نشاهد هذا الاستطلاع ونشاهد أيضا إجابة الجمهور عن معنى بعض الكلمات ونعود إليكم مشاهدينا المزة بصراحة أول مرة أسمع الكلمة ذات نفسها المزة ما عنديش فكرة بالضبط إيه معناها والله ما أدري الصراحة ما عندي فكرة تعالي أنه ممكن تتضوق الشيء وتشوف أنه هل حلو أو حامل والله على ما أتوقع يعني أنه مكان بين المر والحلو رأينا معك دكتور إجابة الجمهور عن معنى كلمة المز ما معنى هذه الكلمة دكتور؟ هذه الكلمة تشير إلى طعم فنحن نعرف أن هناك طعم حلو وهناك طعم حامل أو حاذق أو مر أو حاذق كما وكلمة مز يقصد بها ما بين الحلو والحامل يعني في مرحلة متوسطة فإذا كان الليمون مثلا طعم حامل فإننا نضيف إليه قليلا من السكر حتى يصبح طعمه مزن يعني بين الطعمين نعم فهي تشار إلى يعني معنى إلى نوع من أنواع التذوق نعم هو طعم يعني أي مادة طعمها بين الحامض والحلو نقول هذه طعمها مزن صحيح ممكن نستخدمها أيضا في حياتنا بشكل عام دكتور هذه الكلمة ننتقل معك دكتور إلى الأخطاء اللغوية الشائعة في اللغة العربية نتحدث اليوم عن كلمات كثيرة من ضمنها الدكتور اليوم في كتاب راح نستعرض بإذن الله مع مشاهدينا ونأخذ مننا الكثير من الأمثلة وبداية نأخذ مثال على الأخطاء اللغوية الشائعة قد نقول الدكتور تذكار أو تذكار ما هو الصحيح الدكتور؟ الصواب تذكار حسب ما ورد في المعجم وفي القاموس في كثير من الأحيان هذه الأشياء يجب أن لا يحتكم فيها إلى رأي الناس فقط لأن المعاجم أصدرت حكمها والمعاجم عندما ألفت وأنلفها أصحابها اللغويون بنوا هذه المعاجم على كلام العرب الفصيح الذي يحتج به وكما نعلم بأن عصر الاحتجاج يمتد فقط إلى سنة 150 للهجرة يعني أي شاعر أو كاتب جاء بعد سنة 150 للهجرة في بناء القواعد النحوية أو الصرفية لا يحتج بشعره وأعطوا مبررا لذلك قالوا أن الفترة السابقة لسنة 150 للهجرة لغة الناس كانت قوية لأنهم لم يختلطوا بالأعاجم ولم يختلطوا بغيرهم من الأمم التي أدت إلى فساد اللسان العربي إذا كانوا يتكلمون عن فساد اللسان العربي منذ سنة 200 للهجرة فماذا نقول لكم اليوم؟ صحيح دكتور أعتقد في كلمة أقوى من كلمة فساد سوف تطلق علينا طيب دكتور أيضا نتكلم عن بداية أو بداية أم بداعة بداءة أو بداية الحقيقة الأصوب أن نقول بداءة بداءة بالهمزة دكتور نعم لأنه مأخوذ من الفعل بداء أما بداية فلا وجه لها في هذا المجال لأنه ممكن نقولها أو دكتور قد نقولها في جملة مثلا بدأنا اليوم أو بداية اليوم كانت سعيدة لا هي بداءة لأنه الفعل بداء يختلف عن الفعل بداء الفعل بداء اللي هو مأخوذ من الشروع في العمل عندما تبدأ فعليا بعمل ما تقول بدأت أما الفعل بداء فيأتي بمعنى ظهر ويأتي بمعنى دخل البادية بدأ فلان إذا دخل إلى البادية أو ذهب إلى البادية وبدأ بمعنى ظهر ولاح بدأ لي القمر من بعيد مثلا أو بدأ لي سيارة مقبلة أو بدت لي سيارة مقبلة وحتى كلمة سيارة في مصطلحنا اليوم تختلف عن كلمة سيارة الواردة في قوله تعالى وجاءت سيارة نعم هي قافلة قافلة تسير نعم فعندما نقول بأن الفعل بدأ والفعل بدأ بنفس المعنى نستخدمهما فهذا استخدام غير صحيح نعم وقد نخطأ بها حقيقة وأنا أخطأ فيها أيضا أقع في هذا الخطأ دكتور طيب دكتور نأخذ أيضا أمثلة كثيرة من خلال الكتاب الذي سوف تطلعنا عليه اليوم دكتور في كتاب الحقيقة وقع تحت يدي اسمه تطهير اللغة من الأخطاء الشائعة تطهير اللغة تطهير اللغة من الأخطاء الشائعة هذا الكتاب ألفه أحد المتخصصين في التدقيق اللغوي محجوب محمد موسى نعم وهو أحد الموظفين في مكتبة الإسكندرية تناول الكثير من المفردات وبيّن الوجه أو السبب لماذا تعد هذه الكلمات خطأا شائعا فعلى سبيل المثال ذكر كلمة الصبر الصبر لعصارة شجر مر صحة نطقه الصبر بكسر الباء الصبر بكسر الباء لأن الصبر هو الخلق المعروف وهو الاحتمال أو شدة الاحتمال فقال بأن الصواب أن تنطقه صبر على وزن كتف بكسر الباء وليس بسكونها وأمثلة كثيرة استعرضها في هذا الكتاب الحقيقة يعني منها مفردات قديمة ومنها مفردات حديثة منها كذلك كلمة عوز التي تأتي بمعنى فقر يستخدمها الناس بكسر العين والصواب عوز بفتح العين وليس بكسرها ويعني أمثلة لو أردنا أن نستعرضها لاحتجنا إلى حلقات وحلقات ولكن سنأخذ دائما من هذا الكتاب دكتور وأعتقد مهم هذا الكتاب في كل بيت نعم يعني كما ذكرت سابقا واستعرضنا أيضا غلاف الكتاب المؤلف اللي هو محجوب محمد موسى وهو مراجع ومدقق لغة عربية نعم يعني حب ذا أن يعني يطلع الإنسان في كل يوم ولو كلمة على صفحة واحدة من الكتاب ولو يعني علق في ذهنه كلمة أو كلمتان بإذن الله سياء بإذن الله ننتقل معك دكتور حاتم إلى نابغة حلقتنا لهذا اليوم ونستذكر بعض الكلمات لهذه النابغة يذكرني طلوع الشمس صخرا وأذكره لكل غروب شمسي ولولا كثرة الباكين حولي على إخوانهم لقتلت نفسي دكتور حاتم نشاهد هذا التقرير معا عن تماظر صاحبة هذه الأبيات ونعود دكتور التقرير عن الخنسة هذه الشخصية الكبيرة في مجال اللغة العربية لو تحدثنا أيضا مزيدا عن هذه الشخصية نعم الخنسة هي تماظر بنت عمر وهي شاعرة مخضرمة تذكر بعض المصادر التاريخية أنها يعني توفيت سنة 24 للهجرة وعندما نقول بأنها شاعرة مخضرمة يعني أنها عاشت عصرين في الجاهلية وفي الإسلام واشتهرت بشعر الرثاء وخاصة في رثاء أخويها صخر ومعاوية من يستعرم أو يعني يطلع على شعر الخنسة في رثاء أخيها صخر يتساءل لماذا دكتور؟ عن السبب الذي جعلها تديم ذكر أخيها صخر عندما قرأت في هذا الموضوع علمت أنها جاءته بعد سنين من زواجها تشكو القحط والجدب فقسم ما له نصفين أعطاها النصف وأبقى لنفسه النصف نعم وتكرر هذا حسب الرواية تكرر ثلاث مرات إن شاء الله هذا من إيخاء فيبدو أن هذه العلاقة المميزة وهذه الوقفات المتكررة بالإضافة إلى مشاعر الأخوة طبعاً جعلتها ترثيه ترثيه رثاء طويلاً وتبكيه بكاء شعرياً واضحاً وشاعريتها مشهود لها في الجاهلية وفي الإسلام نعم حيث تذكر بعض الروايات أنها أنشدت النابغة الذبياني قصيدتها المشهورة قذن بعينيك أم بالعين عوارو أم ذرفت مذخلت من أهلها الدار والتي تمدح فيها أو ترثي فيها صخراً وتذكره بمناقب كثيرة هي المناقب التي كانت العرب تفتخر بها في ذلك الوقت نعم ذكرته بصفة الكرب وإن صخراً إذا نشتوا لنحاروا يعني في حالة الفقر يكثر من نحر الإبل ليطعم الجياء نعم وذكرته كذلك بصفة الشجاعة قالت وإن صخراً لحامينا وسيدنا فوصفته بالكثير من أصيحات قالت أغر أبلج تأتم الهدات به كأنه علم في رأسه نار نعم طبعاً هذه النابغة وهذه الشخصية الجليلة بهذه الكلمات الجميلة أيضاً لذكرتها دكتور من ناحية الشعر الذي كانت تتميز بهذه الشخصية نصل إلى ختام حلقتنا دكتوري هذا اليوم ونذكر فيها من الطرائف الجميلة لأنحويين سابقاً جاء رجل إلى أحد النحويين فسأله الضبي معرفة أو نكرة فقال إذا كان مشوياً على المائدة فهو معرفة وإذا كان يسرح في الصحراء فهو نكرة فقال له الرجل أحسنت ما في الدنيا أعرف منك بالنحو يعني وصفها بمثال جميل أحسن أحسن الوصف طبعاً هذه كانت أحدى الطرائف النحويين مشاهدين شكراً لك دكتور حاتم على هذه المعلومات القيمة في حلقتنا في غيظ من فايد يتجدد أكيد لقاءنا معك دكتور وأيضاً مع مشاهدنا في الأسبوع القادم بإذن الله تزاكم الله خير شكراً دكتور يتجدد لقاء بكم مشاهدين الأسبوع القادم بموضوع جديد يذكره لنا الدكتور حاتم إلى ذلك الوقت دمتون بود ومع السلامة ترجمة نانسي قنقر اشتركوا في القناة